وأن أكتب وأن أؤلف والوقت فيه بركة والحمد لله أنك تؤلف وتخرج وما دام الناس يقبلون ويقرأون وهذه الكتب طيب قبل 15 سنة تقريباً كانت الكتب التي تظهر لك هي تفريغ لمحاضراتك حتى من دون مراجعة هل ندمت على تلك المرحلة وبدأت تراجع الكتب وتدقق فيها أكثر؟ هذا وقع ورجعنا لكن لم يكن هناك أخطاء علمية مثلاً إنما كان إملائية أو في السبك والصياغة أو حتى في اللغة فرجعنا من جديد لماذا كنت يا شيخ تنشرون الكتب دمته؟ هل هي شهوة ظهور وانتشار؟ مهما كان أنت فسرها كما سألت لا أسأل أنا أنا لا أفسرها أسألك لماذا فسرها الموجود؟ نرى أن هذا أفيد للناس وأنه أحسن إذا قلت كلمة وجميلة فلك أن تفرغها لا محاضرات سمعت شيخهم بس ترى أكثرهم ولقاه علي الطنطاوي يقول لم يكتب إلا ثلاثة أو أربعة كتب أن تدري أن المتولي شعره كل كتبه كانت مفرغة ابن عثيمين أكثر كتب من أشرطة بس يراجعها حتى نحن في الأخير راجعنا مع دار ابن حزم ورجعنا الممتع كله ابن عثيمين ترى من أشرطة شرحه لرياض الصالحين من أشرطة بس يتفرغ يا شيخ ترجع وتعاد وتراجع أنا كان معي أربعة من الأخوة ذككنا عليها بصورتها الأخيرة التي نزلت الآن في مجلدات لا يوجد رسالة الآن في السوق لم تراجع ومن لم تراجع في الأولى في الطبعة الأولى والثانية والثالثة أصبح تراجع أمام الآن مادة نشرت في شهر يناير من عام 2005 صحيفة واشنطن تايمز تقول أن أئمة عدة في الشرق الأوسط قالوا أن موجات سنامي التي ابتلعت ألاف المسلمين كانت عقابا من الله المسيحيين تقول الصحيفة أن عايض القرني أحد العلماء السعوديين قال في خطبة الجمعة الماضية يجب أن تقطع رقابهم وتدمر جماجبهم فهم أبناء القردة والخنازير وقتلة الأنبياء والرسل مضيفة أن الذي يعنيهم القرني بهذا الكلام هم اليهود أنا أعرف أنك ما تخطب جمعة فما تعليقك لهذا الكلام سبحانك هذا بهتان عظيم أولا أنا لم أخطب جمعة وليس عندي مسجد أخطف فيه ولم أقول هذا الكلام لا في مجلس خاص ولا عام ولا مسجل ومنهجي ضد هذا المنهج ألف استسلازي الذي يعني فيه غلظة واستعداء الآخر إذن هذا الكلام متقول عليك كله متقول وكذب وزور وهل تعتقد أنت أنت سنامي كانت عقوبة لديانة معينة؟ أنا أعتقد أنها بقضاء وقدر من الله إما أن تكون تنذير وتخويف لأمر لكنها بقضاء وقدر طيب شيخ عيض ما موقفك من الطوائف الأخرى الإسلامية؟ هل تكفر الشيعة مثلا؟ أنا لا أكفر الشيعة بالجملة كذا البيع بالجملة بمفرق تكفر بمفرق؟ لا سواء سني ولا شيعي ولا مذهب آخر من قال مثلا أن القرآن ناقص هم ما قالوه أو قالوه إنما إن كان مثلا ما فعل ابن تيمي وغيره من العلماء ومن قال كذا فكذا أما أنني آتي لهذه الأمة ما في كذا وكذا هذه مسألة تكفير علمنا وش قال أمنه اللي يكفر عنك؟ يقول مثلا من قال إن القرآن ناقص كفر أي إنسان أن كل من قال إن القرآن مثلا ناقص فهو كافر بلا شك لكن الشيعة ما تكفرهم إلا من قال منهم بأن القرآن مثلا من قال منهم أو أنكر منهم معلوم بالدين بالضرورة مثل؟ يعني مثل أصول من أصول أهل الإسلام أنكرها أو شيء أو يعني طيب وماذا عن الطوائف الأخرى؟ مثل؟ يعني في طوائف كثيرة هناك حديث عن أن مشايخ السعودية يعني يقتصرون الإسلام على فقط الوهابية ليس بالصحيح ولم يعرض هذا وهذه كتب يعني العلماء بن باز وغيره ونحن لسنا وكلا على عباد الله عز وجل يدخلهم بالجملة في النار وما صدر من أن نأتي لطائفة كبيرة ونقول كلهم في النار حتى من أبسط الناس إلا من كان جاهل مثلا أو لم يتعلم أو متأثر بفكر تكفيري أما هذا فهذا غبن يعني وحيف أرني مثلا أنا أسألك شيخ لا يوجد هذا هناك من يقول أن الشيخ عائض القرني يسهل للانقياد يطلع اليوم برأي وكرا يجي واحد يقل برأي هذا يترجع عنه هذا حدث عندما صرحت لأحد الصحف بأن قيادة المرأة للسيارة ليس فيها شيء وأنه ليس في الأنفال ولا الأعراف دليل على سورة الأنفال والأعراف دليل على تحريمها بعد ثلاث أيام أو أربع أيام طلع بيان كبير عريض للشيخ عائض مكتوب فيه أنه أنا ما قلت الكلام ترجع طلا صرحت بأن المعارضة العراقية أنه ليس هناك ما يسمى بالمقاومة العراقية لأنه ليس لها رأي بعد سبعين هونت يا شيخ قلت لا الكلام هذا مبصحي هل يؤثر عليك يا شيخ عائض أقرب واحد يأخذ منك رأي يعني يؤثر عليك سمح أنت إلى هذه الدرجة هما أني سهل إن كان فأنا نقاد الحق وقد قالوا هذا بس عدت هذا تراجع يعني هذا تناقض يا شيخ أنا بعلمك بهذه المسائل المفصلة لأنك أنت تريد تركب ثياب جاهزة وألبسها أنا ليس بالصحية ألبس اللي تبيع أنا بعلمك الذي أما كيادة المرأة للسيارة فلم أقول هذا الذي فبرك عني أنا أقول صحيح أنها ليست في الأنفال وليست من أصول الملة أقترحوا أن تهيأ يعني تشكل لجنة علمية تدرس المسألة فتركوا التشكيل وقالوا عائض القرني يقول لا بأس بكيادة المرأة للسيارة إذن أنت لم تقول لا بأس لم أقول لا بأس قلت كيادة المرأة للسيارة ليست من أصول الملة ولم تذكر في الكتاب ولا في السن ولم تذكر في الكتاب في القرآن بسورة الأنفال وبراءة وأنا أطالب بتشكيل لجنة من أهل العلم والدراية والخبرة لدراسة المسألة فتركوا هذا وبتروا هذا مثل ويرو المصلين وتركوا ما بعده أما المقاومة العراقية فأنا قلت بس شيخ أنا أنا أجريت معك حوارا في الإذاعة قبل سنة ونص وقلت المسألة يعني ممكن غير السعودية تقود المرأة أنا قلت أنا سئلت عن هذا في أمريكا وأفتيت وأنا وغيري من طالبة الأنف كلهما في المؤتمر الشباب العرب المسلم أنها تقود هناك لي وضعهم أنا شوف مجرد أن تمسك المرأة السيارة بالمقود وتجلس أمام الدركسون وتقود هذا هذا حكم مباح لكن ما يحف به من فتن وأشياء هذا يتوقف فيها بعض العلماء عندنا فأنا أقول لماذا ما تدرس المسألة أنا لا أبدت فيها إنما أنا يعني أطلب أن تدرس المسألة ويخرج فيها فتن طيب هل تتراجع أنت دائمي شيخ عن الأراء إذا جاء واحد يأثر عليك شوف الحق لا ليس بهذا الحق مطلب المؤمن إذا تبين الإنسان أن الحق في غير كلامي قال أبو موسى العمر لماذا تراجعت قال هذا على مقاضي هذا على ما نقضي لأنه قد يظهر الإنسان مسألة أما أني أتراجع في أصول ربما تقبل وجهات النظر تقبل الاجتهاد من فروع المسائل لكن الخطوط العامة الأصول القواعد لا تراجع فيها شكرا لك شيخ عيدل كني على هذا الوقت بارك الله فيكم شكرا لكم وأنتم أيها الأخوة على متابعة إضاءات لهذا الوقت حتى ألقاكم في حلقة جديدة من إضاءات هذا ترك الدخين يترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة